موسيقى شكرا طبعا في موضوع آخر الذي أكد السيد علي بن حسن الحمادي الأمين العام للهلال الأحمر القطري أدعم الهلال للنداء الإنساني الذي أطلقه الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بهدف جمع موالد مالية كافية لمكافحة مخاطر تفشي أزمة وباء كورونا حول العالم لا سيما طبعا في الدول الفقيرة والمحتاجة التي لا تقوى على مواجهة تأثيراته السلبية عليها هذا الموقف ينطلق من مواقف دولة قطر الإنسانية التي تمد يد العون لكل محتاج حول العالم من الدول الصديقة والشقيقة طبعا تبرز حميئة العمل الإنساني مشاهدي الكرام في أماكن وأوقات النزاعات والكوارث والأزمات وخاصة في ظل ما يمر به العالم الآن من انتشار واسع النطاق لفيروس كورونا كوفيد 19 وهذا ليس جديدا على الهلال الأحمر القطري بل هو منهاجه ورسالته الإنسانية التي يطلع بها منذ نشأته عام 1978 ومستمدة من ثقافة الشعب القطري وقيمه الأصيلة الله يطيهم العافية طبعا أنشطة الهلال الأحمر حاببني أنا أشكرهم على جهودهم الكبيرة خاصة في مجال التطوع ما شاء الله قاعدين نشوف جهود شباب قطر المقيمين والمواطنين بالتعاون مع الهلال الأحمر في مكافحة هذا المرض مرض الكورونا شكرا لهم شكرا على تنظيمهم الرائع في توفير كل ما يحتاجونه المتطوعين حتى في مجال تعليمهم وقيادتهم ووضعهم في مناطق العمل المختلفة وأيضا نشوف أكثر من مؤسسة حقيقة فتحت باب التطوع شفنا آلاف من الأشخاص المشاركين في مثل هذا الحدث الهام لتطلب وجود الجميع الصراحة يعني مثل ما تكلمت عن المتطوعين عن هلال الأحمر الإكضيري طبعا في الاسبوع الماضي طبعا استقبلوا هلال الأحمر الإكضيري العديد من المتطوعين طبعا لم تعتقدوهم وقالواهم تطوعوا لا أول شي قدموا لهم مثل ما تقول تدريبات تدريبات مثل كيف无قايا من الفيروس كورونا على عدة أيام طبعا لما هم يكن يعلمون ما هو فيروس كورونا كيف تحمي نفسك منه وكيف تحمي الآخر من هذا الفيروس بعد ذلك ستكون متطوع مع الهلال أحمر غطر الله يعطيهم العافية أيضا قطر الخيرية وغيرهم من المؤسسات كوزارة الصحة لفتحت باب التطوع طبعا مفتوح لجميع ممكنكم متابعة مواقع التواصل الاجتماعي لهذه الجهات والتعرف على الشروط المطلوبة للتطوع وجودك اليوم كمتطوع في دولتنا الحبيبة قطر خاصة في ظل هذه الظروف ظروف الكورونا يعني واجب علينا نخدم بلادنا نرد لها الجميل نتعاون مع مثل هذه المؤسسات ونضع بصمتنا ونحمي وطننا سواء كنا متوجدين مع العمالة أن نوزع مثل هذه المتطلبات النظافة وغيرها أو التواجد في أماكن الحجر وغيره أن نكون موجودين اليوم كمواطنين وأيضا مقيمين يد بيد لنحمي وطننا من هذا الفيروس نعم كذلك يعني مشاهدين الكرام يعني مثل ما احنا عارفين أكثر الناس الحين يعني العمل عن بعد أو اكتفى العمل يعني دواما اكتفى بطريقة العمل عن بشميمية أو إلى ذلك يعني الواحد لديه القدرة أن يكون متطوع ولديه الاستطاعة العديد من الوزرات والمؤسسات والجمعيات الخيرية فاتحة باب التطوع عن طريق مواقعها الإلكترونية يعطيكم العافية مشاهدين الكرام يعطيكم العافية أخوي محمد نلتقوا إياكم دائما على